مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني قال الخطابي معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا يريد أن من غش أخاه وترك مناصحته فإنه قد ترك التباعي والتمسك بسنته وللغش صور عديدة منها الغش في البيع والشراء وغيرهما من المعاملات المالية قال ابن تيمية رحمه الله والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ وغير ذلك أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم أو يصنعون غير ذلك من الصناعات فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان ومن الغش غش الراعي لرعيته وغش الراعية للراعي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة الغش في القول كشهادة الزور والبهتان والكذب الغش في النصيحة وذلك بترك الصدق والإخلاص فيها الغش في تعلم العلم كالغش في اختبارات الدراسة وغيرها وللغش آثار ومضار عظيمة منها أنه دليل على دناءة النفس براءة النبي صلى الله عليه وسلم من مرتكبه حرمان البركة في المال والعمر أن فيه خيانة للأمانة وأكلا لأموال الناس بالباطل وهو مانع من موانع إجابة الدعاء فاجتنب الغش ولا تكن من أهله وعليك بالنصح لكل المسلمين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم